بدأت وزارة الإسكان في تخصيص 136 شقة بمشروع البرهامة الإسكانية بعد اكتمال نسب الإنجاز في كلا الأعمال الإنشائية والبنية التحتية بالمشروع بنسبة 100% فقد قامت الوزارة بإشعار المواطنين المستفيدين من وحدات المشروع بالحضور إلى الوزارة لإجراء السحب الإلكتروني وتسلم الوثائق الرسمية الخاصة بذلك مشيرة إلى أن عملية التخصيص شملت طلبات شقق التمليك الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمختلف محافظات المملكة بحسب معيار الأقدمية يأتي ذلك تنفيذا للتوجيه الملكي السامي بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشاريع المنتهية أو التي يقيد الإنشاء أو المشاريع الموضوعة بحسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكانية للسنوات القليلة المقبلة ووفق ما حدده برنامج عامل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكانية ترجمة نانسي قنقر